قبل ما نبتدي أستاذ حسن شفت آخر بروفا للمنتخب الوطني إزاي مبارح؟ يعني النتيجة طبعا طبيعية أكيد يعني لكن الأداء ما كانش زي مثلا ماتش جزائر ماتش جزائر إحنا عملنا ماتش عظيم جدا كان فيه أداء قاعه بطيء شوية هادي شوية ما بيش الشراسة ربما يمكنه عشان دي آخر مباراة قبل الصفر لساحل العج أو كدبار اللعبة يعني مش عايزة حد يوصاب حد يتعاور ولا حاجة وماتش كان من كان سهل يمكن الجزائر عشان ماتش عالي للمستوى يعني فكانت نتيجة أن المنتخب كمان كان مستوى عالي كانت زي ما تكون مباراة رسمية لكن ما نقدرش يعني يعني ما نقسش على هذه المباراة أنا أنا اللي أقوله حاجة واحدة بس إذا لعبنا زي ما لعبنا قدام الجزائر رغم أن إحنا تعديلنا في آخر ديئة هقولك أن إحنا على الأقل ممكن نبقى في سيمي فاينل دولة أربعة يعني أو قبل النائق يعني إذا لعبنا كما لعبنا معه الجزائر وكان ماتش ودي كان وكان ماتش ودي لكن لو لعبنا زي ما لعبنا قدام تنزانيا لا يعني يعني مش كويس 16 وربنا يسهل 16 وربنا يسهل طيب هنبتدي نشوف الأرقام والجرافات بس عندك أمل طبعا منتخب على فكرة مستوى منتخب تحسن كثيرا مع فيتوريا مقارنة بمن كانوا قابلهم لأنه المستوى فيه نزعة وجمية واضحة جدا بس إحنا مع كيروش وصلنا للسامي فاينل لا دي بقى مسألة مسألة حنقعد نتنقص بها كثير جدا مش هيبقى وقته برنامجة البرنامج بتاعك دلوقتي إنما يعني دي وجهات نظر لكن عندك أمل طبعا لو لعبنا كما لعبنا ماتش بلجيكا وماتش جزائر نقدر نعمل نتيجة كويس